نظمت سفارة الإمارات في فرنسا اللقاء الثاني للمجلس العالمي لشباب الإمارات في جمهورية فرنسا بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب بهدف مد جسور التواصل مع الشباب الإماراتي المبتعث للدراسة في الجامعات الفرنسية نظمت سفارة دولة الإمارات في فرنسا اللقاء الثاني للمجلس العالمي لشباب الإمارات في جمهورية فرنسا بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب وبحضور معالي الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب اليوم سعيد بوجودي مع نخبة من الطباء صراحة اللي دهلت من تخصصات تمل جدا معقدة في الطب حقيقة أنهم ملهمين ناس قداهم فرص جدا كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووجودنا معهم اليوم يأتي في سياق دعم القيادة الرشيدة للشباب في كل مجال وجودنا معهم اليوم وفرحتنا معهم في تخريج ما توقعنا رسالة جدا جميلة أن القيادة الرشيدة تنظر إليهم بعين من الفخر نوجه كل التقدير والاحترام للدعم المتواصل اللي يوصلنا من دولة الإمارات هذا السبب الرئيسي لتمكين شبابنا من الوصول لأعلى المستويات والحصول على أعلى الإنجازات وبحضور سعادة هند مانع العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى باريس تم تكريم الطلبة لتمثيلهم دولة الإمارات أحسن تمثيل كسفراء لقيم معادات المجتمع الإماراتي الأصيلة أنا سعيد بوجود اليوم في اللقاء الثاني للمجلس العالمي للشباب الإمارات في جمهورية فرنسا التي تنظم سفارة الدولة في باريس بالتعاون مع وزارة الشباب الإمارات وهذا يساعد على تقوية العلاقات بين سفارة الإمارات في باريس والطلب الإماراتي في فرنسا والحمد لله حصلت على البورد الفرنسي في جراحة القلب والآن أواصل دراستي في مرحلة الزمالة أن دولة الإمارات من خلال سفارتها في باريس تقوم بتوفير الدعم اللازم للطلاب لضمان حصولهم على خبرة تعليمية متميزة من الجمهورية الفرنسية التي تربطنا بها شراكة قوية في جميع المجالات خاصة في المجال الطبي ونأمل أن ينقل طبعا هذه الخبرات التي اكتسبوها في مختلف التخصصات الطبية إلى وطننا الغالي المجلس الإماراتي لشباب الإمارات في فرنسا يسعى إلى رفع التحدية المعاصرة ونقل أفضل التجارب والممارسات المهنية في شتى المدن الفرنسية إلى الإمارات التي تمكن أبنائها من تمثيل بلدهم على أكمل وجه دعم كبير تقدمه دولة الإمارات إلى نخبة الطلب المبتعثين الذين يقدمون صورة مشرقة ومشرفة للدولة في فرنسا بمختلف اختصاصاتهم وتكريمهم اليوم يمثل دافعا قويا للاستمرار فاطمة بالعيد تلفزيون الشارقة باريس